بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلابي وطالباتي في أنحاء مملكتنا الغالية أهلا وسهلا بكم في درس جديد من مادتنا أحياء 2-2 قبل أن نبدأ دراسة فصلنا الرابع لعلنا نتذكر آخر الدروس التي عرفنا عليها عندما انتهينا من دراسة الجهاز الإخراجي بالتعرف على الأمراض التي تصيب الكلية لعلنا استعرضنا مجموعة من الأمراض التي كانت تصيب الكلية كالتهاب الكلية التهاب الوحدة الكلوية ونعني بها النفرونات كذلك حصى الكيلة ذكرنا من الممكن أن تتكون هذه البلورات داخل هذه الكيلة وإتم التخلص عنها إما بالتفتيت بالأجهزة الكهرومغناطسية أو الأشعة الكهرومغناطسية وبعض الحالات تحتاج تدخل جراحي بإخراج هذه الحصى كذلك ذكرنا من ضمن الأمراض التي ظهرت في الكلية أمراض سرطان الكلية نسأل الله أن يجيرنا وإياكم أن يشفي جميع مرضى المسلمين وذكرنا أنها عبارة عن نموات غير منطقية داخل أجزاء الكلية كذلك ذكرنا مرض الكلا العديد التكيس أيضا انصداد القناة البولية هو من ضمن الأمراض التي ظهرت معنا في أمراض الكلية انتهينا في درسنا الماضي عندما ذكرنا سويا بأن هناك آليات طرق لعلاج هذه الأمراض وأبرزنا من أهم الاستراتيجيات أو الطرق التي تظهر معنا في علاج الكلة أما غسيل الكلة من خلال جهاز غسيل الكلة عن طريق الأولدة والشرائين تم غسيل الكلة كل ثلاث مرات أو في الأسبوع خلال أربع أو ثلاث ساعات أيضا ذكرنا هناك الغشاء الصفاقي وهذا يكون تقريبا بشكل يومي لمدة نصف ساعة وفي بعض الحالات لا يكون الغسيل أو زراعة هذا الغشاء مجدي لذلك يلجأ لطباء إلى استبدال هذه الكلية بزراعة الكلة اليوم بإذن الله تعالى لدينا الفصل الرابع في التحديد في الجهاز الهضمي فصلنا الرابع لديه فكرة رائعة عامة تنص هذه الفكرة بأنه يحلل الجهاز الهضمي الطعام إلى جزيئات صغيرة لتزويد الجسم بالمواد المغذية والطاقة أما الهرمونات فتنظم وظائف الجسم وذكرنا مجموعة من الحقائق في علم الأحياء ومنها تتجدد بطانة معيدة الإنسان كل بضعة أيام بأن هذه من أهم الحقائق عندما نستعرض خطوات الهضم وبالتحديد نعطي تفاصيل أكثر عن المعدة نجد أن هذه المعدة بحاجة لهذا التجديد فمن ضمن الحقائق التي يظهرها لنا هذا الدرس في بدايته هو تجدد هذه البطانة كل بضعة أيام كذلك يفرز الإنسان نحو لتر من اللعاب كل يوم إذن والغدد اللعابية تتواجد تحت لسانك أنت لا تشعر ممكن بقدر الكمية التي تفرزها هذه الغدد ولكن هنا في هذه الحقيقة العلمية يذكر أنه يوميا يفرز الإنسان حوالي لتر من هذا اللعاب أيضا من ضمن الحقائق يبلغ طول الأمعاء الدقيقة حوالي 6 متر ولكن في حين يبلغ طول الأمعاء الغليظة نحو متر ونص وعندما نستعرض هذه الأمعاء بتفصيل أكبر سوف نشاهد أن الأمعاء الدقيقة تحتوي الخملات وتتواجد لديها انثناءات عندما نقوم بتوزيعها ووضعها هذه الأمعاء قد تغطي من لعب تنس أيضا أظهر لنا فارق كبير ما بين طول الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة كذلك هنا يظهر لنا هذا الإنسان ثم بتقريب أكبر صورة داخل الجهاز الهضمي يختار لنا هذه المعدة ثم بمقطع عرضي في غشاء الأمعاء يظهر لنا تركيب هذه الخملات التي تظهر كأصابع التي تعمل على امتصاص الطعام كل ذلك كان في بداية هذا الفصل ليعطينا فكرة عامة عما سيتم دراسته خلال دراستنا للجهاز الهضمي في الفكرة الرئيسة لدرسنا تنص يحلل الجهاز الهضمي الطعام إلى جزئات صغيرة ليتمكن الجسم من امتصاص المواد المغذية خلال دراستنا للجهاز الهضمي لدينا مجموعة من الأهداف نطمح لتحقيقه سويا بأن تلخص وتلخصي الوظائف الرئيسة الثلاث للجهاز الهضمي كذلك تحدد وتحددي تركيب أجزاء الجهاز الهضمي ووظائفها أيضا تصف وتصفي عملية الهضم الكيميائي دائما عندما نتكلم عن الأجهزة نبرز مكوناتها ووظائفها ما هو دور هذه الأجهزة داخل أجسامنا عندما نتكلم عن الجهاز الهضمي يبرز معنا ثلاث وظائف رئيسة لهذا الجهاز أولى هذه الوظائف مثل ما يظهر معنا هنا تقطيع الطعام وطحنه إذن هذا الجزء سوف يكون هناك تقطيع للطعام عبر الفم هناك طحن للطعام سواء في الفم أو عندما تكمل هذه البلع الغذائية مسارها داخل الجهاز الهضمي في المعدة فالدور الأول الوظيفة الأولى لهذا الجهاز هو تقطيع الطعام وطحن الطعام في الوظيفة الثانية مثل ما يظهر معنا هو تحليل الطعام وامتصاصه إذن بعدما انتهينا من تقطيع الطعام طحن هذا الطعام أتى الدور لهضم هذا الطعام تحليل هذا الطعام ثم يأتي الدور الأهم امتصاص هذا الطعام لينقل عبر الجهاز الدولي إلى جميع الخلايا أو جميع خلايا الأنسجة لتستفيد منها هذه الأنسجة وفي الوظيفة الثالثة مثل ما يظهر معنا يظهر دور مختلف وهو التخلص من المواد الغير مهضومة إذن هذه العملية هذا الطعام هذه البلعات الغذائية التي دخلت وتم تقطيعها وطحنها ثم تحديلها وامتصاصها هناك مواد زائدة هناك مواد غير مهضومة زائدة عن حاجة الجسم لا بد من إخراجها فالدور هنا يقع على الجهاز الهضمي يقوم بإخراج الفضلات ولعلنا في درسنا الماضي أو في فصلنا الماضي عندما تعرفنا على أجهزة الدوران والتنفس والإخراج تفقنا أننا لا بد أن نفرق ما بين الفضلات التي تخرج من الجهاز الهضمي وما بين الإخراج الذي يعمل على تخليص الجسم من نواتج التمثيل الغذائي دائما الطلاب والطلبة عندما يتبادر في أذهانهم الإخراج تتبادر في أذهانهم المواد الخارجة من الجهاز الهضمي أجل لكم الله كالبراز ولكن عندما نتكلم عن الجهاز الإخراجي نحن نتكلم عن المواد النيتروجينية نتكلم عن المواد التي نتجت من أكسدة الغذاء بينما هنا هذه المواد التي خرجت من الجهاز الهضمي هي عبارة عن مواد زائدة عن حاجة الجسم أولى تركيب الجهاز الهضمي بالتأكيد هو الفم هذا المعبر هذه البوابة التي من خلالها يدخل الطعام هناك هضم ميكانيكي داخل هذا الفم كذلك هناك هضم كيميائي داخل هذا الفم فعندما يتكلم عن هضم الميكانيكي أو ما نسميه بالمضغ أو الطعام يتم تقطيع هضم هذا الطعام من خلال تقليبه باللسان أو طحنه بالأسنان تقطيعه بالأسنان هذا العمل هذا الدور نسميه هضم ميكانيكي هضم ميكانيكي إذن حركة الفم تقطيع الأسنان تقليب اللسان هنا العملية هذه الحركة نسميه هضم ميكانيكي كذلك في الفم هناك هضم آخر هضم مختلف ويسمى الهضم الكيميائي من خلال ماذا؟ من خلال إفراز مادة كيميائية مثل إنزيم إيميليز اللعاب وهذا الإيميليز يعمل على تحويل الكربوهايدرات وجزئات النشأ إلى سكريات بسيطة إذن في الشق الأول كان هناك هضم ميكانيكي في الشق الآخر في الوظيفة الأخرى للفهم هناك هضم مختلف هناك هضم كيميائي من خلال ماذا؟ من خلال إفراز إيميليز يسمى إيميليز اللعاب هذا الإيميليز متخصص في هضم المواد الكربوهايدراتية أو الكربوهايدرات ومواد النشأ لعلك أنت عندما تناولت قطعة من الخبز واستغرقت فترة طويلة داخل فمك بدأت تتذوق أو تستشعر مذاق حلو داخل الفم هنا النشأ المكون لهذا الخبز بدأ يتحول إلى سكريات أحادية لذلك بدأت تتحسس وتحس بطعم هذا السكر إيميليز اللعاب هو من قام بتحويل هذا النشأ إيميليز اللعاب هو من قام بهضم هذا النشأ داخل الفم في التركيب الآخر يظهر معنا هنا البلعوم والمريء ونلاحظ في هذه الصورة المتحركة من خلال أشعة نلاحظ مرور هذه البلعة الغذائية من خلال البلعوم البلعوم هذا التركيب الذي يأتي بعد الفم مباشرة ثم يأتينا المريء والمريء تقريبا أنبوب بطول 25 سانتي فالبلعوم يوجه الغذاء من الفم إلى المريء وكأنه نقطة اتصال ما بين الفم وما بين المريء بينما المريء عبارة عن أنبوب عضلي طول 25 سانتي تقريبا ويصل بين البلعوم والمعدة وينقل الطعام باتجاه واحد من خلال الحركة الدودية إذن المريء هذا الأنبوب الذي يبلغ طول 25 سانتي يعني بتخصص أكبر لم يظهر الكتاب كمعلومة إضافية لكم أو إثراء معرفي هذا المريء عبارة عن ثلاثة أجزاء الجزء الأول نستطيع أن نذكر أنه يبطن بخلايا هيكلية أو خلايا عضلية هيكلية نستطيع أنا وأنتم أن نتحكم في هذه البلعب في الجزء العلوي ولكن الجزء الثاني والجزء الثالث الذي يصل إلى المعدة تبطن بخلايا ملساء خلايا لا إرادية يمر فيها أو تمر فيها هذه البلعب بدون إرادة الإنسان بدون تحكم من الإنسان وبحركة أسميناها الحركة الدودية إذن نذكر في الجهاز العضلي كنا نتكلم وإستعرضنا أنواع الخلايا العضلية عندما تكلمنا عن خلايا الملساء كانت تبطن الجهاز الهضمي المعدة والأمعاء عندما نتكلم عن المريء الجزء العلوي أنا وأنت نستطيع أن نتحكم في البلعب في الجزء العلوي الجزء الأول من هذا المريء هناك خلايا هيكلية في الداخل وهلأ خلايا إرادية نستطيع التحكم فيها بينما الجزء الثاني والجزء الثالث يمر الطعام عبر العضلات الملساء عبر هذه الخلايا الملساء ويمر في اتجاه واحد حتى يصل إلى المعدة هنا أظهرت لكم هذه الصورة يتذكرون أثناء دراستنا للجهاز التنفسي واتفقنا سويا أنه عند ابتلاع الطعام يبدأ دور عمل جزء صغير مهم وهو لسان المزمار لسان المزمار يعمل على تغطية القصبة الهوائية لماذا؟ ليمر الطعام إلى المعدة ومنعه من دخول الرئتين إذن عندما نشاهد هذه الصورة عندما نلحظ هنا لسان المزمار ومثل ما ذكرنا استعرضنا هذه الصورة في الجهاز التنفسي هنا هذا لسان المزمار كشكل تخيلي عندما مرت هذه البلعة الغذائية مباشرة قام بماذا؟ قام بإغلاق القصبة الهوائية حتى لا يمر الطعام حتى لا يمر الماء داخل هذه القصبة الهوائية يتجه هذا الطعام مباشرة عبر المريء ليصل إلى المعدة إذن لسان المزمار ينظم هذه الحركة لسان المزمار يمنع مرور الطعام يمنع مرور الماء يغلق القصبة الهوائية وهنا بصورة مكبرة أيضا أظهرناه في دروسنا الماضية لاحظ كيف يمر الهواء إلى داخل القصبة الهوائية ويغلق هذا الإسان المزمار القصبة ثم يمر الطعام عبر المريء في التركيب الآخر من الجهاز الهضمي يأتي العضو الأهم تقريبا في هذا الجهاز الهضمي وهي المائدة المائدة عبارة عن كيس عضلي مكون من ثلاث طبقات متداخلة من العضلات الملسى مسألة العضلات الملسى وجود العضلات الملسى داخل هذه المائدة أمر ليس بالجديد عليكم تعلمنا ذلك أثناء دراستنا للجهاز العضلي هذه المائدة هذا الكيس عبارة عن ثلاث طبقات من خلايا العضلات الملسى يدخل الطعام عبر عضلة عاصرة في الحاجز العلوي من المائدة تسمى العضلة الفؤادية العاصرة لاحظ هنا هذا الشكل التخيل الذي يعطينا تصور عن مرور هذه البلعة الغذائية عبر المريط طول 25 سانتي دخل الطعام عبر ماذا؟ هذه البوابة هذه المنطقة نسميها العضلة العاصرة الفؤادية هناك عضلتين هناك منطقتين لدخول الطعام وخروج الطعام من المعدة في الأعلى تظهر معنى العضلة العاصرة في الجزء العلوي العضلة العاصرة الفؤادية إذن هنا الطعام يمر عبر المريط حتى يصل إلى المعدة يدخل عبر ماذا؟ يدخل عبر العضلة الفؤادية العاصرة هذه العضلة لها دور كبير فهذه العضلة تمنع عودة الطعام المهضوم إلى المريط لا تسمح لهذه الطعام أن يخرج أو يعود مرة أخرى إلى المريط لكن أحيانا نسمع بعض الأشخاص يشتكون من الحموضة يذكر لدي حموضة لماذا هذه الحموضة؟ بدأ هذا الهيدروكلوريك هذا الحمض الذي تواجد في المعدة يخرج إلى الأعلى إذن هذه العضلة بدأت تضعف سمحت بخروج هذه الأحماض يصبح هناك حرارة داخل هذه المنطقة والسبب هو ضعف العضلة العاصرة ضعف العضلة العاصرة إذن العضلة العاصرة منعت الطعام بالارتداء ولكن عندما تضعف قد تتسبب أيضا في مسألة خروج هذا الحموض وتتسبب في حموضة لدى الأشخاص تتذكرون أثناء درستكم لأحياء 2-1 وبالتحديد في السديات تميزت هذه السديات بأن هناك عضلات تتحكم في هذه العضلة تمنع عودة الطعام لذلك مجموعة كبيرة من السديات كالخيول لا نشاهدها تتقيأ لماذا هناك عضلات تتحكم في هذا الجزء الهضم الميكانيكي انقباض عضلات جدار المعدة لتفتيت الطعام وخلط الإنزيمات إذن هناك هضم ميكانيكي كذلك هناك هضم كيميائي الهضم الأول في هذه المعدة من خلال الهضم الميكانيكي كيف تم ذلك من خلال انقباض عضلات جدار المعدة لتفتيت الطعام وخلطه بالإنزيمات إذن هذه المعدة ذكرنا أنها عبارة عن ثلاث طبقات من العضلات هذه العضلات عندما تتحرك حركتها الدودية الطعام يتقلب داخل هذه المعدة أيضا سوف يسمح بحصول هذا الطعام على الإنزيمات تقليب هذا الطعام لتصل هذه الإنزيمات لجميع الطعام الموجود وهنا مثل ما يظهر معكم هنا الطعام يتقلب داخل هذه المعدة في الشق الآخر في النوع الآخر يظهر معنا الهضم الكيميائي الهضم الكيميائي هو إفراز إنزيمات هاضمة مثل إنزيم البيبسين الذي يعمل على هضم البروتينات ويصبح الغذاء سائل كثيف ونسميه الكيموس إذن في الشقة الأول كان هناك هضم ميكانيكي تقليب الطعام حركة هذه المعدة من خلال هذه العضلات لتصل الإنزيمات لهذا الطعام نسميه هضم ميكانيكي في النوع الآخر في الشقة الآخر يظهر معنا الهضم الكيميائي الهضم الكيميائي لهذا الطعام من خلال إفراز الإنزيمات أشهر الإنزيمات التي ستواجد في المعدة أنزيم البيبسين المختص بهضم البروتينات هنا لابد أن نشيل لأمر مهم جدا لكل غذاء وسط مناسب ليتم هضمه سوف نشاهد الكربوهيدرات تهضم في أوساط البروتينات تهضم في أوساط الدهن هي بحاجة لأوساط هنا هذه البروتينات تحتاج الأوساط الحمضية المتواجدة في المعدة المعدة تصل فيها الحموضة تقريبا كBH إلى 2BH نحن تعرفنا على الرقم الهيدروجيني في دروسنا الماضية ذكرنا من 1 إلى 14 هذا الرقم الهيدروجيني من 1 إلى 7 جميع هذا الوسط نعتبر وسط حمضي عند الثمانية كان وسط متعادل ما بعد الثمانية حتى نصل إلى 14 هنا وسط قاعدة وتزداد القاعدية كلما اتجهنا للرقم 14 في المعدة الحموضة تصل إلى 2 تقريبا تعادل حموضة عصير الليمون هذه البروتينات بحاجة إلى هذا الوسط الحمضي لذلك هيئ الله سبحانه وتعالى إنزيمات خاصة لهضم هذه البروتينات تواجدت في هذه المعدة لتفرز على هذا الطعام وتهضمه ثم يتحول هذا الطعام إلى سائل كثيف أو ما نسميه بالكيموس نسميه بالكيموس يمتاز الوسط الداخلي للمعدة بأنه شديد الحموضة تصل فيها الحموضة إلى 2 وهي تعادل حموضة عصير الليمون ولذلك تبطن المعدة بمخاط للحماية من الإنزيمات والأحمض إذن عندما نذكر لكم في الحقيقة العلمية التي ظهرت معنا في بداية الدرس ذكرنا أن المعدة تجدد هذه البطانة لماذا تجدد هذه البطانة كل بضعة أيام؟ لأن هذا الوسط وسط حمضي هذا الحموض سوف يؤثر على هذه البطانة لذلك الله سبحانه وتعالى هيا لهذه المعدة هذه الخلايا المتجددة التي تجدد هذه البطانة تكون لنا طبقات جديدة كل بضعة أيام حتى لا تتأثر بهذا الحموض التي تفرزه المعدة ومثل ما ذكرنا حموضتها عالية جدا تصل الحموضة في المعدة 2 بيئة وهي ما يعادل حموضة عصير الليمون عصير الليمون على الرغم من أن معظم عمليات امتصاص تحدث في الأمعاء الدقيقة إلا أن بعض المواد مثل الاسبرين والكحول المحرم يتم امتصاصها بواسطة الخلايا المبطنة المعدة إذن لا نتخيل أن المعدة ينحصر دورها في عملية الهضم الميكانيكي أو الهضم الكيميائي هناك دور مختلف للمعدة من خلال امتصاص بعض المواد ليست كل المواد مثل ما تذكر لنا المعلومة أن أغلب المواد الممتصة من الغذاء أو المواد ستكون في الأمعاء الدقيقة ولكن هنا في المعدة قد يتم امتصاص مركبات كالاسبرين والكحول المحرم المعدة الفارغة سعتها 50 ملي بينما المعدة الممتلئة تتسع من 2 إلى 4 لتر ويمر الطعام إلى أمعاء الدقيقة عبر العضلة العاصرة البوابية إذن مثل ما ذكرنا لكم هناك عضلة عاصرة فؤادية في الأعلى تصل المريب المعدة وهنا عضلة عاصرة بوابية تصل المعدة وتنقل الطعام إلى الأمعاء وهنا في هذه الصورة المتحركة نشاهد هذا المشهد عندما طلقت هذه البلعة الغذائية من الفم والبلعوم والمري ووصلت إلى المعدة في نهاية الدرس لدينا مناقشة بسيطة في سؤالنا الأول نتساءل الهضم الأول للكربوهيدرات يتم بواسطة إنزيم الإيميليز أم البيبسين أم التربسين أم الجلايكوجين إذن عندما يتكلم عن هضم أولي ويحدث للكربوهيدرات يتم ذلك من خلال إيميليز إيميليز اللعاب الذي يتواجد تحت اللسان إنزيم يهضم اللحم ويحلله هل هو البيبسين أم الليبيز أم الإيميليز أم التربسين استعرضنا ذلك عندما تكلمنا أن المعدة بحموضتها العالية هناك إنزيم مميز يهضم الفروتينات وهو البيبسين طبعا اللحم أحد نواع الفروتينات عندما ضغ قطعة خبز فإن الإنزيم المؤثر على هضمها هو التربسين أم الإيميليز أم اللايبيز أم البيبسين اتفقنا سويا أن الخبز عبارة عن مركبات من النشأ لذلك عندما يتم مضغ قطعة الخبز اللي فترات طويلة نبدأ نستشعر نتحسس المذاق الحلو لماذا؟ لأن هذا النشأ هذا السكر المعقد تم هضمه تم تكسيره أصبح جزيئاته بسيطة أصبح سكر أحادي لذلك بدأنا نشعر بطعم السكر فعندما ضغ قطعة الخبز الإنزيم اللي يؤثر على هضمها هو إنزيم إيميليز اللعاب بهذا السؤال نكون قد وصلنا لختام درسنا رجاء لكم بالتوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك ترجمة نانسي قنقر